بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا نص فهم المنطق التبرع بالدم للسنة الخامسة ابتدائي إذن أولا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة بعد ذلك سنعبر عن المشهد فتابعوا معي ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت التبرع بالدم رافقت أبي إلى المكتبة المركزية لاقتناء بعض الكتب والأدوات وصلنا إلى وسط المدينة فجلبت نظري شاحنة كبيرة متوقفة وسط الساحة المركزية لونها أبيض وأحمر وقد كتب عليها حياة الكثير متعلقة بالقليل من دمك وإذا بأبي يصعد السلم الصغير ويطلب مني الصعود معه داخل الشاحنة رغم صغرها كانت العربة مجهزة بسرير مريح وكراس وعربة تمريض استقبلنا الممرض بابتسامة عريضة حييناه ثم استلقى أبي وشمر عن ساعده فشد الممرض يده بشريط مطاطي وأدخل في عرقه إبرة رفيعة جلست أراقب أبي يفتح تارة قبضة يده ويخلقها تارة أخرى والدم يضخ داخل كيس شفاب قرأ الممرض البطاقة التي سلمها له أبي وقال له بارك الله فيك يا سيدي أنت من المتبرعين الدائمين بالدم وفصيلة دمك من النوع النادري لتتصور العدد الهائل من مرضى الهيموفيليا وفقر الدم والشرح الذين يترقبون ويرجون هذا السائل الثمين رد عليه أبي قائلا إنه واجب كل إنسان في صحة جيدة أن يساعد من حرموا من هذه النعمة ويبقى تبرعنا صدقة جارية فمن أحيى نفسا كأنه أحيى الناس جميعا تأثرت كثيرا لما سمعت وقلت لأبي من المحتمل أن تنقذ بالقليل من دمك الذي تبرحت به حياة الكثيرين ممن هم بحاجة إليه فهل يمكن أن أقدم قليلا من الدم أنا أيضا؟ فأجابني وهو يحتسي العصير الذي قدمه له الممرض أحسنت يا بني عندما تكبر سيكون لك ذلك الآن لدينا الجزء الثاني سنجيب عن الأسئلة لدينا أولا من خلال ما سمعت وما تعرفه من معلومات ما هي فوائد التبرع بالدم فوائد التبرع بالدم كثيرة منها إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى والمصابين زيادة نشاط الدورة الدموية نيل الأجر العظيم من الله تعالى التقليل من الإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم ثانيا الآن أقنع زملائك بوجوب التبرع بالدم من طرف البالغين لمساعدة المحتاجين لهذا السائل الغالي بعدما تعرفنا على فوائد التبرع بالدم بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للمريض والمصابة أدعو البالغين إلى عدم تضييع فرصة إنقاذ حياة الآخرين فتبرع بالدم شفاء من الأمراض وسدق جارية تنفعنا وتنفع غيرنا قال الله تعالى في كتابه العزيز ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن هذا فيما يخص الجزء الثاني أشاهد وأتحدث الجزء الثالث الآن استحذر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد إذن أشاهد في الصورة الأب مع ابنه أمام شاحنة التبرع بالدم وهي شاحنة كبيرة متوقفة وسط المدينة مكتوب عليها حياة الكثيرين متعلقة بالقليل من دمك دخل الأب مع ابنه إلى الشاحنة فتبرع بالقليل من دمه فشكره الممرض ودعا له بالبركة أستعمل الصغر الآن من المحتمل تأثرت كثيرا لما سمعت وقلت لأبي من المحتمل أن تنقذ بالقليل من دمك الذي تبرعت به حياة شخص بحاجة إليه فهل يمكن أن أقدم قليلا من الدم أنا أيضا؟ إذن العمل الذي قام به الأب هنا بالعمل سينال الأجر العظيم هنا الإبن أعجبه هذا وطلب من والده أن يقدم القليل من الدم هو أيضا بدأ حديثه وقال من المحتمل نلاحظ هنا لدينا من المحتمل إذن نقول هنا توظف السيغة من المحتمل في حالة جمع ورصد الاحتمالات تفيد الشك طلب مننا إذن قل جملا على نفس المنوال مستعملا من المحتمل من المحتمل لدينا في البداية أن تتحسن حالة المريض بعد تلقيه العلاج المناسب إذن هنا ماذا سنقول؟ من المحتمل أن نمرض إن لم نعتني بصحتنا جيدا من المحتمل أن تتألم من وخز الإبرة عند تبرعك بالدم من المحتمل أن أكون سببا في نجاة مريض من الموت أكمل الشطرة الناقصة مستعينا بالصور مستعملا من المحتمل لدينا الصورة رقم واحد اثنان ثلاثة أنت امرض إذا خرجت دونه ماذا يا أبطال؟ هنا البرد شديد المطر جيد إذن ماذا نقول هنا؟ من المحتمل أن تمرض إذا خرجت دون مهطفك أن تخف آلام حلقك إذا؟ هنا تحمل ملعقة صغيرة الأم سيتناول الدواء جيد أو ماذا نقول؟ العسل يفيد آلام الحلق جيد إذن نقول هنا من المحتمل أن تخف آلام حلقك إذا تناولت الدواء إذا تناولت الطعام بشراهة فهنا الطفل سمين جيد إذن مصاب بداي السمنة إذا تناولت الطعام بشراهة فمن المحتمل أن تصاب بداي السمنة إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم السالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة